قيم نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك نحلة تطير في الحقول تنتقل من زهرة إلى زهرة وكانت دائما تغني وترقص بفرح أثناء عملها في يوم من الأيام استوقفتها فراشة قالت لها هل لا أخبرتني عن سر سعادتك أيتها النحلة النشيطة؟ السعادة يا عزيزتي ما تعطينه لا ما تملكينه استغربت الفراشة من رد النحلة ولم تفهم فسألتها كيف ذلك؟ أنت تملكين جناحين رائعين لكنهما لا يشحرانك بالسعادة أما أنا فأعطي الناس عسلا صافيا يمدهم بالصحة والقوة ويشفيهم من بعض الأمراض أنا فخورة جدا بما أعطي ولذلك أنا أشعر بالسعادة هزت الفراشة رأسها وفكرت وبينما هي تفكر مرت بقربها دعسوقة وسألتها ما بك أيتها الفراشة الرائعة؟ لما أنت حزينة؟ أنا أفكر كيف يمكنني أن أكون سعيدة كالنحلة وأنا لا أملك شيئا لأعطيه لأحد عزيزتي العطاء ليس بالأشياء فقط فالابتسامة عطاء والكلمة الطيبة عطاء وجودك في الحقول بألوانك الجميلة ينشر السعادة ولكن إن لم تكون تملكين شيئا فيكفي أن تعطي الناس الخير وحسن التعامل والابتسامة ابتسمت الفراشة وقررت أن تطير بين الأزهار لتنشر السعادة أينما حلت